في كلامة قال من ترامب وكمان قاله بايدن ان في حالة خسارة ترامب ممكن يحصل اوضاع تخرج عن السيطرة تماما ايه رأيك في كلام ده؟ بصي اعتقد ان امريكا طبعا طبعا موحدة ولا هيحصل حرب اهلية ولا الكلام ده كله هيحصل ملاسانة من هنا وهنا بس ده كلام للاستهلاك المحلي ولكل واحد عايز يخوف التاني من لو انا ما جيتش وبيغزيها ناس كتيرا لكن هل امريكا مجتمع مترابط؟ لا بس هو فيه دولة خوية دولة خوية دي تقدر تحافظ عليه هتقدر تحافظ عليه لغاية امتى اكيد لسه شوية لان هما لسه لو اعتبرنا ان الدول زي البنى قدمين هما في مرحلة الشباب لسه مش في مرحلة ان هو الدولة ضعفت فتقدر تتفسخ لا لسه شوية طب تفتكر ان تخبات الامريكية اللي جاية دي ممكن يحصل اي تغيير في الاوضاع في غزة؟ اعتقد انه اي رئيس جديد هيجي هو عايز يبين للناس امراض ويبين للناس ان هو احدث تغيير كبير يعني ممكن يكون على فكرة ترامب وانتنياهو لما راح امريكا من فترة قريبة راح قابل ترامب في البيت ممكن يكون بيضغط عليه ان هو ما يخلصش الحرب غير لما هو ييجي ممكن في الناحية التانية الديمقراطيين بيضغطوا عليه عشان يقولوا ان احنا عملنا انتصار فدوة يزود من شعبيته اه طبعا اكيد لان حرب غزة خلص حرب غزة خلي بالك هم حقققوا بشكل كبير اهدافهم اللي هم عايزين يعملوها بشكل او باخر يعني فهما لسه عندهم اهداف تانية فيدروا يتفاوضوا عليها يعني هما في الاخر سياساتهم طول عمرهم ايه ان هو بيتشدد جدا عشان يبين ان هو مش هيتنازل ولو ربع خطوة يعني هو بيحط في ما هو عايز ايه وعارف هو ممكن يتنازل عن ايه بس لما ديكي انطبع ان انا مش هيتنازل عن ربع خطوة فلو تنازل عن ربع خطوة تفتكر ان ده انت صار صح